في دعوة وصفت بالتاريخية اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وفصلا عنصري في قطاع غزة وأمام محكمة العدل الدولية اعتبرت جنوب أفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي على غزة انتهك المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية كما اعتبر الوفد في مرافعته أن هجوم حماس لا يبرر انتهاك إسرائيل للاتفاقية ويجب أن تعاقب على ذلك الوضع المأسوي في غزة تقول بريتوريا أنه وصل إلى حد بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض جراء أفعال عسكرية قامت إسرائيل بها مباشرة نحن نمد أيدينا للشعب الفلسطيني انطلاقا من إدراكنا الكامل بإنسانيتهم التي هي على المحك هذا أيضا ما تعلمناه من مؤسسنا نيلسون منديلا وفيما يتعلق بجراء من الإبادة الجماعية نحن انضممنا إلى هذه الاتفاقية عام 1988 كانت هذه الروح التي وقعنا فيها وصادقنا عليها هذا واجبنا تجاه الشعب الفلسطيني وأيضا تجاه الشعب الإسرائيلي العنف والدمار لم يبدأ في السابع من أكتوبر بل إن الفلسطينيين اختبروا ذلك على مدار خمسة وسبعين عاما إسرائيل شنت حربا كبيرة على غزة وقطعت عنها كل سبول الحياة إسرائيل لا تزال تعتبر من قبل المجتمع الدولي جهة احتلال في الوقت ذاته جنوب إفريقيا تدين استهداف المدنيين سواء من مجموعة حماس يوم السابع من أكتوبر وأخذ الرهائن أو غيرها ورغم أن القرار النهائي في هذه الدعوة قد يستغرق سنوات إلا أن جنوب إفريقيا تأمل أن تفرض أعلى محكمة أممية إجراءات مؤقتة أثناء النظر في القضية هذا يعني إصدار أوامر قضائية عاجلة بشأن وقف إسرائيل الحرب على غزة وهذا قد يحدث إذا رأت محكمة العدل الدولية أن هناك خطر لا يمكن إصلاحه كحق فلسطيني غزة في الحماية من الأعمال التي تهدد وجودهم كمجتمع وتجدر الإشارة إلى أن أحكام المحكمة ملزمة قانونا لإسرائيل الموقعة على اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لكن المحكمة لا تملك سلطة لفرض تطبيق هذه الأحكام من نيويورك ينضم إلينا رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح مرحبا بك سعادة السفير هل هذه الخطوة أهمية لجهة كونها بداية لمعاقبة إسرائيل؟ هي بداية لمحاسبة إسرائيل يعني طبعا لا نستطيع أن نستبق أحكام القضاء أو نستبق أحداث ما سيعرض على القضاء وقرار المحكمة في البداية وبيأتي في سلسلة من الدعاوة المرفوعة على إسرائيل هناك رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على دفع من المجموعة العربية في بداية عام 2022 وهذا الرأي الاستشاري حول مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي وما هي الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المحكمة ما زالت بتنظر في هذا الرأي الاستشاري نفس المحكمة التي شاهدناها اليوم وطلعت على مستندات الأطراف والدول التي انضمت إليها منها 57 دولة انضمت وحوالي 6 منظمات إقليمية انضمت وستبدأ المرافعات الشفوية في هذا الرأي الاستشاري يوم 19 فبراير أمام محكمة العدل الدولي جنوب أفريقيا بدرت بالتقدم بهذه الدعوة وبتستند فيها إلى أن جنوب أفريقيا وإسرائيل أطراف مصدقة على معاهدة الإبادة الجماعية لسنة 48 وبتستند فيها إلى المادة التسعة اللي بتقول أن هناك اختلاف في تطبيق هذه المعاهدة يستلزم تدخل محكمة العدل الدولية وأن هناك انتهاكات ترتكبها إسرائيل بعد استمرار اعتداءها على غزة وبتطالب طبعا جنوب أفريقيا هنا الدعوة ذات شقين ذات شق مستعجل تطلب فيه جنوب أفريقيا أوامر وقتية من المحكمة لحماية الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وبتطلب فيه التوصل إلى قرار نهائي للمحكمة ربما بعد مضي كافة الإجراءات القانونية تقديم المستندات والرد على المستندات والمرافعات الشفوية والرد على المرافعات الشفوية وغيرها دي مسألة كما ذكرت بدت تأخذ حوالي فترة ضمنية طويلة حان الوقت لكي يتصدى أحد لإسرائيل ويوقف صلافها ويوقف تعنتها في التعامل مع المجتمع الدولي هل المحكمة الآن محكمة العدل الدولية تستطيع أن ترفع الملف إلى محكمة الجنايات وبالتالي يستطيع مجلس الأمن أن يأخذ قرارات ملزمة لإسرائيل ومحاسبة لإسرائيل كما قلت أم أننا أمام ما زلنا أمام خطوة رمزية لا مصار محكمة الجنائية الدولية له مصار آخر هناك خمسة دول تقدمت بدعوة بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية من ضمنها جنوب أفريقيا ومنها جيبوتي وجزر القمر وعدد آخر من الدول خمسة دول وممكن نضم لهم كمان دولتين بعد ذلك في حوالي من شهر نوفمبر وفي هذا الطلب بتطلب فيها محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي المترتبة على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى قرار إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى أخواننا في غزة فرق ما بين المحكمة الجنائية والمحكمة العدل الدولية أن المحكمة الجنائية مختصة بمحكمة الأفراد المحكمة العدل الدولية مختصة بمحكمة الدول وتصرفاتها وبالتالي هناك ثلاث مسارات مفتوحين في هذه المرحلة المسار الذي ذكرته الأول وهو مسار الرأي الاستشاري لطلبته الجمعية العامة المسار الثاني بالتسلسل الزمني هو مسار المحكمة الجنائية الدولية اللي رفعته خمس دول وبتنضم لها عدم متزايد من الدول والمسار التالت هو المسار اللي أثرته جنوب أفريقيا واللي بدأ اليوم بالاستماع إلى مرافعات جنوب أفريقيا وسيستمر بالاستماع لمرافعات إسرائيل باكر وبعدين بأي إجراءات وقتية تاخدها المحكمة خلال فترة من أسبوع إلى أربع أسابيع كما حدث في حالات سابقة إذا كانت هناك إجراءات وقتية ستعمر بها المحكمة ثم تستمر المحكمة في النظر في الدعوة إلى أن تحكم فيها بعد سنة بعد سنتين كما يتضح من العمل وحجم الضغط سعادة السفير الولايات المتحدة لا أدري إن كنت تتابع التصريحات استبقت هذه المحكمة بتكذيب كل الاتهامات التي وجهت إلى إسرائيل هذا يشي بحسب مراقبين بأن الولايات المتحدة ربما في حال وصول قرار ما ملزم لإسرائيل قد تصوت قد تستخدم الفيتو ما معنى رفض الولايات المتحدة حتى لمجرد إدانة إسرائيل الولايات المتحدة ستقع تحت ضغط متزايد إذا ما قررت المحكمة إذا ما أصدرت المحكمة حكما بأغلبية الأعضاء وفقا للنظام الأساسي لأن هناك المدى 94 فقرة واحد من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن على جميع الدول الأعضاء التقيد والالتزام بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في أي قضية تكون طرفا فيها وطالما القضية أثيرت أمام محكمة العدل الدولية وحضرت طرفان بإرادتهم المنفردة فلابد أنهم ملتزمان بتنفيذ هذه الأحكام يمكن الالتزام بالتنفيذ يقع على إسرائيل أكتر ما يقع على الولايات المتحدة ولكن كلنا نعلم مدى الدعم اللي بتقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل باستخدام حق النقد في التصدي لقرارات وقف إطلاق النار وهنا سيكون الضغط أكتر منه معناوي وأكتر منه أخلاقي من أننا أقدر أجبر الولايات المتحدة على أنها لا تستخدم حق النقد هناك أحكام كثيرة وفقنا عليها في الأمم المتحدة من ضمنها ما تم الاتفاق عليه في وثيقة 2005 من أن الدول الدائمة العضوية لن تستخدم الفيتو فيما يتعلق بقضايا معبعينها قضايا الجرائم ضد الإنسانية وقضايا الإبادة الجماعية ولوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة وغيرها وبالتالي الولايات المتحدة ستقع تحت ضغوط متزايدة لعدم استخدام الفيتو فيما يتعلق بوقف إطلاق المنطقة أنا أشكرك شكرا جزيلا رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح كنت معنا من نيويورك ترجمة نانسي قنقر مشاهدين بعد مدولات مرافعة محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية اليوم أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا انتقدت فيه جنوب أفريقيا معتبرة أنها الذراع القانونية لحركة حماس ما أثار دهشة سياسيين ومحللين لم تكتفي الخارجية الإسرائيلية بذلك وحسب بل قالت أن جنوب أفريقيا تسعى إلى تمكين حماس من ارتكاب ما وصفتها بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الجنسية مجددا كالتي ارتكبتها بشكل متكرر في السابع من أكتوبر إسرائيل التي تمثل أمام محكمة العدل الدولية يقول المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي إنها تسعى لضحض فرضية سفك الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا واصفا الوفد الجنوب أفريقي بأنه ممثل حماس في محكمة العدل الدولية لا بل يوفر غطاء سياسيا وقانونيا للحركة أما التعليق الأمريكي على دعوة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل فقد جاء على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين بأنه لا أساس له وما يؤكد على أن هذه الدعوة تعد اختبارا حقيقيا لأمريكا لحسب خبراء رأوا أن على البلايات المتحدة احترام نشاطها في خلق هيئة الأمم المتحدة التي أوجدت المحكمة فكيف بأي مسؤول أمريكي يطعن أو ينال من مصداقيتها حتى في حكمها على أمريكا في دعوة نيكاراكوا وفي سياق ردود الفعل الإسرائيلي قال نتنياهو أن ما تم تقديمه إلى المحكمة نفاق وأكاذيب على حد تعبيره أريد أن أوضح بعض النقاط ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين إسرائيل تحارب إرهابي حماس ليس السكان الفلسطينيين نحن نفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي يبدل جيش الدفاع الإسرائيلي قصار جهده لتقليل الخسائر بين صهوف المدنيين في حين تبدل حماس قصار جهدها لتعظيم هذه الخسائر عبر استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية حماس تمنع الفلسطينيين من المغادرة تحت تهديد السلاح وفي كثير من الأحيان بإطلاق النار هدفنا هو تخليص غزة من إرهابي حماس وتحرير الرهاء لدينا بمجرد تحقيق ذلك يمكن تجريد غزة من السلاح والتطرف وبالتالي خلق إمكانية لماستقبل أفضل لإسرائيل والفلسطينيين على حد سواء من لندن ينضم إلينا أستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد عجاج مرحبا دكتور أحمد إذن كل ردود الأفعال الإسرائيلية أما بأن هذه المحكمة لا سامية أو بأن هذه المحكمة مع حماس كما يقولون جنوب أفريقيا تمثل حماس أو بأن هذه المحكمة تجعل من ضحايا السابع من أكتوبر الإسرائيليين جنات إذن من ردة الفعل الإسرائيلية ماذا يمكن أن نستنتج كيف سيكون الحرك الحقوقي الإسرائيلي أيضا؟ بداية أهلا بك وبمشاهدي قناتكم المميزة الحقيقة أن مجرد قبول إسرائيل التخاصم أمام المحكمة يدل على أنها تخشى هذه المحكمة من أن تصدر قرار قد يدينها وهذه تعتبر مشكلة كبرى لها لأن إسرائيل دائما تتشاوى على الآخرين بأنها دولة ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان كما تحدث رئيس الوزراء الآن نتنياهو أنهم يحترمون حقوق الإنسان وبالتالي عندما يصدر قرار ومعنى ذلك أنهم في أزمة كبرى لذلك بدأوا من الآن بالردود على جنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا كانت تدرك فريقها القانوني كان يدرك أيضا ماذا سيقوم به الإسرائيليون لذلك إذا نظرت إلى الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا هم أدانوا بشكل لا نبس فيه حركة حماس واعتبروا أن ما قامت به حماس مخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني وأعراف الحرب جنوب أفريقيا تدين حماس بشكل واضح بمعنى أن ما تقوله إسرائيل عن أنها زراع لحماس غير صحيح والدليل أن فهم في الدعوة المقدمة أدانوا إسرائيل وأدانوا حماس وهذا إبطال للحجة الإسرائيلية ثانيا أن الإسرائيليين التفوا على جنوب أفريقيا وقالوا أن هدفها كما ذكرتم أنت في المقدمة الممتازة تحدث من وراء ذلك الإساءة إلى إسرائيل واتهامها بأمور لم ترتكبها وقالت أن لدى جنوب أفريقانية خبيثة أو سيئة والدليل التي تقول عنه إسرائيل أن جنوب أفريقيا وقفت إلى جانب عمر البشير المتهم بارتكاب الرئيس عمر البشير المتكب بارتكاب جرائم حرب في دارفور والذي أدنته المحكمة فكيف من جهة تقف مع رجل ارتكب جرائم حرب ومن جهة أخرى تدافع وتدافع الملتزم بالقانون الدولي بجرائم حرب هذه المسألة القانونية هي مثل المعركة مثل المعركة التي تخوض إسرائيل في غزة ومثل المعركة التي يخوضها الفلسطينيون لذلك سنشهد الكثير من القيل والقال في هذه المحكمة لكن دعيني أقول أن حتى الآن هذه المحكمة لم تتطرق إلى أساس القضية هي تبحث القضية من حيث الشكل بمعنى أنها تحاول التأكد من أن ما تقدمت به جنوب أفريقيا لديه افتراض أنه صحيح وعلى أساسه ستتنظر في القضية وإذا ما نظرت فيها ستستجيب إلى مطالب جنوب أفريقيا وهو قرار معجل بوقف أو بتجميد النزاع ليس ما تنظر المحكمة في الدعوة هل هذه الإجراءات تأخذ وقتا طويلا لأن إسرائيل يبدو بأن لديها فريق محاميين أمريكيين وإسرائيليين استعانت بهم وحقوقيين ولا تتعامل باستهتار أبدا مع هذا الموضوع واعتبرت المضي قدما في هذه المحكمة خطير جدا بالنسبة لها إذن هل تعول على الوقت لتنفذ مخططاتها وبالتالي الحكم حين ذاك بوقف إطلاق النار سيكون ليس ذا بال بالنسبة لها قرار تجميد النزاع لن يستغرق أكثر من أسبوع أو أسبوعين أو بالأكثر شهر وهذا يمكن استشفافه من القضايا التي نظرت بها محكمة الجزاء محكمة العدل الدولية يعني لا يستغرق أكثر من أسبوعين وفي أقصى الحالات ويبدو هذه فترة قصيرة جدا لكن عندما ننظر في أساس النزاع نعم إسرائيلي وهذا صعب جدا على جنوب أفريقيا إثبات نية إسرائيل بأن ما تقوم به هو يهدف كما تكرتم في الكلام التي ظهر على شاشاتكم أن هناك نية لإبادة عرق بشكل كامل أو بشكل جزئي على أساس العرق والدين والجنس واللغة لذلك ليس من هذا من الأمر السهل ومن هنا جنوب أفريقيا لم تركز على النية في دعواها الآن بل ركزت على الشكل بأن هناك قراء تدل على أن إسرائيل انتهكت قفاقية الإبادة الجماعية ولم تقل أن لديها نية جرمية النية الجرمية ستبحثها في الدعوة القادمة التي قد تستغرق سنة أو سنتين أو أكثر وإسرائيل محطاة لهذا الأمر ونحن رأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول وهو رد على جنوب أفريقيا مباشرة لأن جنوب أفريقيا قالت أن هناك قراء بأن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية سرحوا تصريحات تدل على العنصرية وعلى الإبادة ومنها أن الفلسطينيين هم حيوانات يجب أن نهجرهم من غزة وكل هذه مؤشرات على أن نيتهم تهجير الفلسطينيين على أساس العرب أو الدين أو اللغة لذلك جاء رئيس الوزراء الآن يقول أن ليس لدينا نية للتهجير وليس لدينا نية للضرب هو يشدد على كلمة النية إذا لاحظت في كلمته التي ألقاها قال ليس لدينا نية وهو أرفع مسؤول في الحكومة الإسرائيلية وهذا يفعل ذلك من أجل الالتفاف على المحكمة لكن جنوب أفريقيا نعم نعم وهي مسألة صعبة جدا إثبات النية شكرا جزيلا من لندن أستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد عجاج على وجودك معنا ترجمة نهايةulm ترجمة نانسي قنع